السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى كلكم يلقاكم هذا الفيديو بخير على خير شكرا بزاف على التعليق الزوينة اللي كتخلوا لي وكتسولوا فيام اللي كان غبر عليكم فاغي سمحوا لي لاناني كانت عطل عليكم نتمنى من الله يوفقني باش ها كانت قنحط لكم لروتين والفيديوهات اللي انتم ما كتبغيو فاليوما ان شاء الله جيت باش نشارك معكم من ها كامل شنو شنو درت الفطور وفنفس الوقت غادينا نوجد معكم الوجبة دية الغضاء كنتمنى ان الروتين دية اليوم يعجبكم اليوم ان شاء الله كيف ما كتعرفوا كل مرة باش يقسم الله نفطروا به اليوم غادي نفطروا ان شاء الله بشيء والبطبط وعندي هنا هي الزيت الزيت بالديا وشوية دية المربا وشوية دية المفتيوه ومن طبيعة الحال شوية دية الاملو اللي جبت معي من اكادير صافي من بعد ما فطرنا فهدست مباشرة باش نغسط المعنات فهدوك زليفات كنت حط فيهم الزيت واملو والسل وانا خوتهم كيف ما كتعرفوه كنبغين نبتل دائما في الروتين ديالي فدائما كان بقى نبتل هدوك الزليفات اللي كان حط فيهم مشي كل نهار كان نحط نفس الزليفات اللي كان نبتل فيهم صافي بعد ما قصلت المعنات ديالي من اللي فطرنا هدست مباشرة مسحتهم وحطيتهم بلصتهم وحكيت الحوض ديال المطبخ كيف ما كتعرفوه فدائما في الروتين كانوريكم هاده هذه النقطة باناني كنحك وكنعقم كل اشياء اللي كتكون فوق من فوق من البوتاجي كيف ما كتشوفو سافي غدي نخلي هديك الشيطة باش حكيت ومن طبعية الحال غدي نحطها باش كتنشف سافي والكوزينة بعد ما استفت فيها المعينات كيف ما كتشوفو كتكون دائما نقيا وكتخلي لنا المكان اللي غدي نصوبه فيه الوجبة ديالغضاء فمن طبعية الحال بعد ما سليت غسيل ديال مبعن ومسحتهم وقدت الكوزينة مباشرة قديت الضار وصيقت من طبعية الحال ومن بعد جيدة باش نوجد الوجبة ديالغضاء فاليوم ان شاء الله غدي نطيب راس ديالغضاء كيف ما كتعرفوه بنسب الراس ديالغضاء الخروف في ايما كتفوروه ايما كتفوروه فانا غدي نديروه هنا يوم مبخر فكي يجيل ديد بزاف نتمنى انا كوم تجربوها لبنات فانا فقط كان اخدوه وكنديرو فلكس كاس وكنديرلي شوية ديال الملحة وشوية ديالغضاء فالكمون ما غديش نديروه دباحتك كي يطيب هادا الرس ديالغضاء عاد من بعد كنضيفليه شوية ديالغضاء ومن طبعية الحال المال يدرت في البرماء درت فيه الماء ودرت فيه شوية ديالغضاء وقطعت فيه واحد البصلاء باش هكا كي يطلع ليه هاداك البخار فيه ودست موباشرة شراخ اللي تراس كي تفور موباشرة باش نصوب زعلوك اللي غدي نرافق به هادا هادا الراس ديالي اللي درتوه مبخر كيف ما كتشوفو فغادي نقطع هنا يا كيميه ديالغضاء ديالغضاء كيف ما كتشوفو ومن بعد قمت بتشويه فانا الاغلبية الاغلبية ديالغضاء ديالغضاء فكان نشوي نجل ديالغضاء كان شويه وكان ديروف بلاستيك تحتك يرتب ومن بعد كان نقشره وكان نحاول نقطع وعد كندير ليه السلطة ديالغو فانا هني اليوم غدي نكتافي غدي غدي غد غدي غير نسلقو ودست موباشرة بعد مطاب الراس ديالي النصطيبة خديت هنا واحد ثلاثة ديالغضاء اللي هما متبسطي سنضيف ديالغضاء شوية ديال el camon وشوية ديالغضاء كيفما قط لكم وشوية ديال Regular الملحاء كيفما كتعرفو غدي نستعلي وغدي نخلي الراس ديالي حتى كيطب فخليو الراس يطيب بايش كي ولي بحل بعد ديالغضاء يجي طيب و يجي فتي بزي فانا غدي نضيفه إذا با كيفما ذكرت لكم غدي نخليه إي طيب ودست موباشرة عجنت عجنة الخبز ديال الضر فقدرت غير الجوج اللي غادي يكفيون ان شاء الله هاد النهار فبنسبة للطريقة ديالي فهي طريقة لي هي عادية انا كندير بقيق الفرص كيكون غالب شوية على الدقيق ديال الفينو شوية ديال الملحة شوية ديال السكر ساندة وكندير تقريبا غير واحد معلقة صغيرة ديال الزيت المائدة وكنعجن بالمدى فيه إلا كنت غادي نعجن كيميال هي كتيرا باش تبقى لي يلغدليه فكنحاول ما نديرش فيه ما نديرش في الزيت باشاكا ما يتفرتدش ليه أما إلا كنت غادي ناكله في نفس النهار فكندير فيه تقريبا معلقة كبيرة ديال الزيت المائدة صافي بعد ما قرست الخبز يالي كيف ما كتشوفو فكنعجن العجينة كندلكها مزيان زيان وكنخليها تكون مرخوفة شوية وكنكورها وكنغطيها بوحلمين ديال كنخليها حتى كترتاح من بعد كمشي باش كان باش كان نطلق العجينة ديالي كيف ما كتعرفو بنسبة الخبز كل واحد كيدير على حساب الحجم اللي هو بغا فضروري ضروري كان ناخد لطا ديال فران كندير فيها ورق الزبدة كنخلي هاد الخبز ديالي كي خمر كيف ما جشتو غادي نغطيه بميندل وغادي نخليه يخمر من بعد غادي ندخل هذيك اللطا ديالي بلا ما نحتاج أنا نهز نهز الخبزة من الميندل عادي نديرها في اللطا ديال فران فكنديرها مباشرة وضروري كان ندير ورق الزبدة مباشرة خديت هنا يا واحد المقلة اللي حكيت فيها جوج ديال مطلشات كبار إلا كانوا صغر ديروا ثلاثة حكيت تقريبا واحد جوج ديال الفصوص ديال التومة وشوية ديال معدنس ودرت عليه هذك نجال اللي سلقتو كيف ما كتعرفو درت شوية ديال كامون شوية ديال بزار تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال الفلفل الأحمر وشوية من طبيعة الحال ديال الملحة وزيت بلدية ما كان ديش أنا زيت رومية كان دير فقط زيت بلدية باش كيجيني زعلوك صحي أكتر من بعد وضعت زعلوك ديال كيف ما كتشوفو وضعتو على النار وغادي نبقى نحركو بها الطريقة حتى كيطيب وكتجي هذك الصلصة ديال وكتجي خاطرة كيجي لبنين بنين بزافة البند وإلا بغيتو في كل في المدق ديال ديال الشواء فمل أحسن أنه كوم تشويوه ومن بعد كيف ما كتشوفو فا مشيت مباشرة صحنت الفران وغادي ندير الخبز بلي بعما وضعت عليهم شوية المايونيز من طبيعية الحق وكانت هدية هي السلطة اللي هدي نرافق بها هذاك الراس المخر ومن بعد ما طب زعلوك فهو هدك يجيبنين البنات نتمنى انكم تجربوا الطريقة ديالي فانا بعد مرات بلص من دير مطيشة اللي كان حكها فكان ضيف فقط معلقة كبيرة عامرة ديال مطيشة ديال الحق وكان ضيف التوابل اللي تكرت لكم صافي وانا هنا يدرت كيميالي كتيرا باش تكفيني الوجبة ديال الغضاء والوجبة ديال العشاكي فيما كاتلاحظو فهنا يبقى ليه غادي ندرو فوحد العلبة ديال الزاج وبنسبة لخبز بعد ما طب فكيجي بحلقة نتمنى انكم تجربوها الطريقة ديال معلقة ديال الزيت يلا بغيتو تاكلوه في نفس النهار فكيجي فتي وكيجي غزال غزال للبنات نتمنى انكم تجربوه وبنسبة للراس بعد ما طب ولا فتي بزاف فقدمتو بها تشكل وقدرت عليه هذيك البصلة بعد ما طبت معها كيف مما كاتلاحظو وكانت هذي الوجبة ديال الغضاء اللي حضرت اليوما نتمنى انها تنال اعجاب ديالكم فبصراحة البنات ما نقدمش عليكم حطيت هذي الغضاء كلينا ذاك التبصل ديال الصالات وكلينا زعلوك وما قدرناش ما كيناش البلازة قافش نزيدو هذي كراس ورجعتو البلازتو فلكس كاس وخليتو الوجبة ديال العشاء فمازان ما كليناها فمازان ما وصلت الوجبة ديال العشاء فان شاء الله غادي ناكلو غير هو طافي هنا يا غادي نوريكم غير لقطات من الوصفات اللي حضرت ان شاء الله لوجبة ديال الغضاء فغادي نمشي ونتغدى وكيف ما تكرتلكم وغادي نغسل المعينة ديالي ومطابق الحال غادي نستفهم كيف ما العادة وغادي نمشي انتكا واحد شوية ومن بعد نط باش نوجد الوجبة ديال القوتي فصراحة ما كانش فيه اللي وجد شي حاجة قادرت غير واحد الحريشات حريشات بحل شكل ديال بانكيك كي يجيو البنات زوينين بزاف فانا خصصت واحد الفيديو قصير اللي غادي نحط لكم في هاد وصفة ديال هاد الحريشات بانكيك فكنتمنى انكم تجربوهم لانهم كي يجيو ساهلين وفي نفس الوقت كي يجيو البنات زوينين بزاف غادي نتكر لكم دمال مقادير غير بالزربة ومن بعد من اللي غادي نحط الفيديو ان شاء الله فغادي تشوفوه معايا فاختيت هنا يجوش كيسان ديال السميدة رقيقة ديال الحلويات قدرت فيها معلقة ديال السكر سميدة رأس ملعقة ديال الخميرة ديال العجينة قدرت تقريبا واحد تقريبا واحد صشياء ديال السكر الفانيلا صشياء ديال الخميرة حمراء خلط الكل ضفت عليهم شوية ديال ملحام من طبيعة الحال ودرت كيف ما شفتو درت جوش كيسان ديال الحليب نسكاس ديال ديال الزيت وخلط الكل وخليت هاد الخالط ارتحرر واحد جوش ديال تقيق او الى ثلاثة من بعد مباشرة قدرت المقلى ديالي باش تسخن ودرت عليها شوية ديال زبدة ومن طبيعة حضرت كيميا قليلة ديال هاد الخالط ديال الحريشات على شكل بانكيك كيف ما كتشوفو ملي كيطيبو فكيبقو كيتنفخو بهاد شكل وكيتحمرو كنو متأكدين ان ان هاد الحريشات على شكل بانكيك غاد يعجبو ليداتكم والعائلة ديالكم تمنى ان انكم تزربوهم فاسمحوا لي كان هضرب الزربة فهنايا غادي نكمل طياب ديال هاد ديال هاد الحريشات على شكل بانكيك غادي نكملهم وغاديمشي نعمر اتاي وحطيت شوية ديال عسل شوية ديال املو شوية ديال مربا ومنطبيت الحال شوية ديال زيت باش كلها واحد تاياكل على حسب الدوق دياله فهدو هما بانكيك باسمي درقيقة فكيجي والبنات غزالين غزالين بزيف فانا هنايا غادي نحاول نقطع لكم واحدة باش تشوفوها من الداخل كيف كيجي كيجي مفش فش وكيجي خفيف بزيف فبنسبة لهاد الكيمية اللي درت اعنا ديال جوش كيسان ديال سميدة فخرجت لي تقريبا ثمانية ديال 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 قطع ديال هاد الحريشات على شكل البانكيك كيف ما كتشوفو كيجي من الداخل غزال 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 البنات وخفيف فكان هاد كانت هادي هي الوجبة ديال قطع ومن طبعه الحل وجبة ديال عشان فما زال ما وصلش وقيت العشان غادي نحط فيها داك الراس وغادي ندير فيه غيش اللي ضال هي خفيفة فيها غير الخصو الخيار ومعطيشها وندير فيها شوية ديال طون من الفوق صافي المهم غادي نمشيو باش نديرو كاس كروت ان شاء الله وبغيت نقول لكم شكرا مزاف لانكم خليتو من وقتكم شوية وتفرجتو في الفيديو ديالي فنتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته